خيروح لسيط اللواء وكمان من المنتظر اللي يحصل على طريق الدائري هو نظام الرادار أو المرأبة على طريق الدائري هل ده برضو ممكن يكون هيقلل من وجود الحوادث يعني كمان إن هو هيكون طبقاً لأحدث التكنولوجيات؟ بالفعل الرقابة دي حاجة مهمة جداً وعنصر أساسي وفيه توجه كبير جداً من الدولة المصرية للمواجهة الخروج على القانون فيما يخص الطرق والحركة على الطرق من أهمها السرعة السرعة الزائدة السرعة الزائدة دي من العوامل الأساسية في الحوادث وأكثر مسبب من أسباب العنصر البشر هي السرعة الزائدة فيه توجه كامل في ده فيه منظومة كاملة اسمها منظومة الآي تي اس المنظومة دي بدأت على بعض الطرق دلوقتي وفيه توجه عشان تتمدد تبقى موجودة على كل الطرق كاميرات موجودة ترصد السرعة اللحظية في بعض الأماكن وقطاعات من الطرق عليها كاميرات لرصد السرعة المتوسطة وده الجديد وانا عايزة حافظة ركواتنا جميعاً من الموضوع السرعة المتوسطة ده يعني جرت العادة أن كثير من الناس يشوف الرادار يدي نور وناس يخفضوا السرعة عند الرادار فيها الرادار وبعد كده يتجاوز السرعة لا بنقول لك خالي بالك بقى يعني هيبقى فيه سرعة لحظية اللي هي الرادار بيجيبها لكن سرعتك متوسط سرعتك على طول الطريق بقى دي هتنحسب يعني كمان هتبقى بيتم ملاحظتها في مدخل الطريق أو مدخل قطاع الطريق فيه كاميرا بترصد كل السيارات اللي دخلها مش بس السيارات المخالفة هي بترصد كل السيارات توقيت ومكان يعني بترصد ودخلوا الساعة كان بالضبط الساعة 8 و 10 دقايق و 35 ثانية وعلى بعد 20 كيلو فيه كاميرا أخرى بترصد كل السيارات اللي معدها أيضا فبناء على الحسابات فبناء على المسافة معنومية المسافة والزمن فانت عرفت متوسط السرعة بيتم تحرير مخالفات متوسط السرعة وإنك فيه إخواتنا جميع اللي بيسمعوننا دلوقتي بيجي لهم رسائل دلوقتي فيه تنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة عشان الاختار بالمخالفات وإنك من منظومة المخالفات دي كلها محتاجة تتغير بقى هو ده الجديد الحكومة كانت تبنت مشروع قانون المرور الجديد وتم الانتهاء منه وموجود دلوقتي حاليا في مجلس النواب ده مشروع بيعالج كل الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي بقى يعني موضوع السرعة ده العقوبة في القانون هي 300 جنيه غرامة وحد أقصى 1500 والتصالح نصف الحد الأدنى يعني 150 جنيه لأسف في بعض الناس 150 جنيه معاهم مبقتش مجدية يعني أنا فاكر وقع كده أحد الشباب تم ضبطه على الطريق الصحراوي أربع مرات تجاوز سرعة الزابط الأخير بيسأله بيقوله يعني انت انضبطت تلات مرات ومحرمتش قاله أنا اشتريت الرحلة بتاعتي ب600 جنيه يعني اهتمام بالغرامة كده كده بالنسبة له المبلغ بسيط هو موضوع الغرامة الوحدة وقع الغرامة فقط ما بتبقاش لها جدوى عنده كل الناس لكن فيه أنظمة أخرى من العقوبات بأكثر جدوى ومجربة وهي تجارب جيدة موجودة في كثير من الدول تم الاستعانة بها احنا شوفنا يمكن في وضع القانون عدد كبير من القوانين شوفنا 17 قانون دولة طب زي ايه ممكن نكون محتاجين وعندنا في مصر يعني مثلا منظومة العقوبات العقوبة محتوطة عشان أحد أهداف العقوبة وتحقيق الرعدة عدم تكرار المخالف أحد الأنظمة المهمة جدا هي نظام نقاط الصلاحية رخصة القيادة هيبقى عليها عدد من النقاط بتمنح معه الاستخراج لمدة السنة الترخصية لأما بترتكب مخالفة بيحسح منك عدد من النقاط وفق لنوع المخالفة وتم تقسيم المخالفات أو الجرائم المرورية لخمس شرائح أو خمسة كاتوجري وفكا لدرجة الخطورة بتاعتها يعني هنتكلم أن صاحب الرخصة بيبقى بعد كده هيتم تصنيفه في فئة معينة يقول أنه هو ملتزم أو أقل التزاما أو أنه هياخد الرخصة مرة تانية يعني ده بعد كده ده يسمع السابقة لكن أنت معاك 30 نقطة في الرخصة بتاعتك بترتكب مخالفة من درجة 3 بتسحب منك 3 نقط بترتكب مخالفة من درجة 5 يتسحب منك 5 نقط ففي النهاية لو خلصت 30 نقطة خلال السنة ترخصيها الرخصة بتاعتك تبقى ينفلت تبقى غير صالحة بقى في إجراءات أخرى تعملها عشان تستعيد هذه الصلاحة ترجمة نانسي قنقر